فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي هكذا كانت ردة فعل زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي على القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة وبلغت به الجرأة والوقاحة بأن يتحدث باسم اليمنيين الذين يذيقهم الويلة وينهب رواتبهم وأموالهم بأنهم سعداء بالقصف بينما كان مشرفوه يفتعلون أزمة وقود وينعشون السوق السوداء في صنعاء والحديدة لا يمكن لأي إنسان يتمتع بقدرات ذهنية طبيعية أن يعبر عن تعرض بلده للقصف من قبل الاحتلال الصهيوني أقدر أعداء الإنسانية بقوله إن ذلك يجعله سعيدا إلا إذا كان مجرما ويراها فرصة للتغطية على جرائمه كما لا يمكن لفلسطيني أن يقول إنه سعيد لأن إسرائيل دمرت غزته فالغضب والحزن والاستياء هو ما يجب أن يكون إزاء هذه المواقف لم يكذب الحوثي بشأن سعادته من الضربة الإسرائيلية على ميناء الحديدة فالحوثي ينظر لهذه الضربة باعتبارها ورقة جديدة للاستغلال السياسي والإعلامي وفرصة مناسبة لتبرير جرائمه ضد اليمنيين ولتخوين كل الرافضين لجرائمه بوضعهم في كفة العدوان الإسرائيلية وبينما كان الحوثي يعبر عن سعادته لتعرض ميناء الحديدة للقصف كان الفلسطينيون وكل العرب والمسلمين يعبرون عن رفضهم لهذا العدوان على اليمن إلا أن الحوثي كعادته وصف المخالفين لموقفه بأنهم يخدمون إسرائيل والحقيقة أن من يخدم الاحتلال هو من يبدي سعادته تجاه أي جريمة صهيونية سواء كانت في فلسطين أو اليمن وحتى بيانات التضامن العربية والإسلامية مع اليمن رفضا للعدوان الإسرائيلية على ميناء الحديدة ذهب الحوثي لفرزها وتصنيفها طائفيا وتركز مديحه لبيان صادر عن دولة تستضيف رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو وتعتبر إحدى حلقات الوصل بين إسرائيل وإيران وكعادة الحوثي في استغلال القضية الفلسطينية العادلة ودماء الفلسطينيين الطاهرة ركز معظم خطابه ينفي أنه يخدم إيران وينفذ أجندتها واتهم من يتحدثون بهذا المنطق بأنهم تابعون للاحتلال الإسرائيلية متجاهلا أنه وحزب الله أول الأذرع التي تستخدمها إيران لتهديد إسرائيل كما أن الحوثي نفسه من يؤكد هذا الأمر عندما تطلب منه إيران الانتقام لقادتها لكن متاجرته بالقضية الفلسطينية جعلته يقع في الاتهاماته